1- ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليكم وسلم وبعد السلام الرحمة البركاتة أنا لو دخلت عليك أو عليكم في البيت أو في أي مكان وقلت السلام عليكم يعني أنتم سالمون مني طالما أنا موجود بينكم فإذا انتهت الجلسة انتهى المجلس فقول السلام عليكم ورحمة الله يعني إيه؟ يعني أنتم سالمون مني بعد أن أغادر المجلس لا أطلع أسراره ولا أكشف أسراره والمجلس بالأمانة ولا أذكركم بالسوء ولا أكشف حورتكم للناس ولا إن رأيت عيبا أكشفه وأظهره يبقى أنتم سالمون مني وأنا سالم منكم أنتم سالمون مني وأنا سالم منكم يبقى هذا هي إيه؟ قضية الإيه؟ السلام طيب الرحمة الرحمة خلقها رب العباد مئة جزءا من جزء؟ حجز عنده تسعة وتسعين جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة وأنزل إلى أرضنا جزءا واحدا يتراحم به الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤلم يعني تنظر المراقبة في عزه والزرائب وفي الاستبلات وكده يجد أن الحيوان الأعجى من بقرة الجموسة الناقة سبحان الفرس سبحان الله قبل ما تضع رجلها أو حافرها على الأرض تنظر ربما يكون وليدها يعني واقف تحت أو جالس تحت أو راقب تحت في ظلها حتى لا تؤذي هذه رحمة الإيه؟ المخلوق بالمخلوق سبحان الله طيب البركات البركات سمعناها من بداية التاريخ عندما قال رب العباد سبحانه بعد أن قال رب العباد آمرنا السماء والأرض وقلنا يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هنا قال رب العباد عن نبيه نوع نوع اهبت بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك صورة هود يا نوح اهبت بسلام مننا وبركات عليك جمعة السلام والبركات والبركات في ايه؟ وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى بقى اصبح ايه؟ العالم الجديد اصبح العالم الجديد بعد ان هلكت طراء هلك الملأ الذين كذبوا يا ربنا هلك الذين يعني اتعبوا نوحا تسعمائة وخمسين سنة متواصلة واغووا زوجته وابنه ان لا يؤمنوا به وسبحان الله هنا لما استقرت واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين يا نوح اهبت بسلام مننا وبركات عليك ومش عليك انت باس وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم قليلا في أمم تانية نتيجة عملهم والله عملوا خير رب العباد سبحانه وتعالى ايه؟ سوف يصنع لنا خيرا والله زرعنا شر لن نجني من الشوك العنب فأنت في الصلاة عبارة عن سلام عبارة عن رحمة عبارة عن بركات يجب ان تنتقل هذه المعاني من الصلاة الى خارج الصلاة انت في الدنيا في الصلاة في سلام يجب ان تكون في سلام مع الناس في سلام مع نفسك انت الاول انقل الرحمة التي في الصلاة الى ان ايه؟ ارحم كبير السن ارحم الصغير ارحم الارملة ارحم اليتيم ارحم المجتمع ارحم الشارع من اذاك اماطة الاذى عن الطريق الناس تفكر الاذى عن الطريق يعني شين منه خسرة الموز ولا لا الاذى انك ما تعطرش الطريق العام اعمل الناس عند اذا تخرج معاني الصلاة من داخلها تنفس بخاليها سلام ورحمة وبركات اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب انت ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نور في الظلمات